توضيح بشأن إغلاق اللفة الارتدادية على الدائري السابع أعلنته وزارة الأشغال العامة على لسان وكيل الوزارة المساعد لقطاع الطرق أحمد الحصان والذي قال إن اللفة الارتدادية على الدائري السابع مقابل منطقة عبدالله المبارك كانت مؤقتة من أجل أخذ قياسات خاصة بمعايرة فواصل التمدد وهي قياسات هامة جدا ولا تستغرق وقتا مثل قياسات فواصل التمديد